زي وتقول قبصة شي نحن عسيم بتجير با مش بحاشي لانو عسيم ليل ريشون بليل شيني وتقول قبصة وتقول له يا ابني من نقبل كل شي ما كان شي ميلانا باروخ وبعسته وجلالات ومتوحد بنور سبحانه الحي المقدس لا ينام ولا ينعش اول ما خلق السماء والارض هو الواحد قبل ما يكون حد لا في سماوات العالية ولا في الارض استفلا لا ملوك ولا انسان لا بحور ولا ويدان لا شزر ولا غرسان لا جوائل ولا وحشان لا ابنادم ولا جان اول واحد القوي اللي استفنى قوته اول دي نفس جميع الحي توحد لعظمته الشين باروخهم توحد في عرشه التوراه هي تفشيشه مر اليوم الحد وخلق فيه سماواته الارض خلق السماع على الماء وعجب عمل فيه وجه السماع اللي في النهار ضوه في الليل دول ما ويطلع اصحاب من وصل البحر ويصب من السماع الماء وخلق الارض من الريح والتراب قدرة الشيم سعنا على عجب مر اليوم الاتنين وخلق الماء نفسه فوق السماع العليا ونفسه تحت الارض استفلا وخلق الجنام والجنة والنار جنة العبيد وجنة من الكفار مر اليوم الثلاث خرجت الارض زريعتها ونبات باش يحضر البنادام قبل ما يتبت باش يعملوه وقارع العيد والشبات وطمار ونعيمات وجنانات باش يقدسوا على نبيت كل ليلة الشبات مر اليوم الربع وخلق فيه نجوم والقمر يفرجوا بيهم بين الليل والنهار ويفرجوا بيهم السنين والشهور وتسخن الارض وتطلع النوار وجميع الصزر يطلعوا اطمار عمر اليوم الخميس وخلق فيه الطير والويتان وفي بارك الحوتان لكونوا يطمروا ويكتروا جميع العباد الرب العالي يشكروا امر اليوم الجمعة وخلق فيها دام وجوجته ودخلوا من المقام عجيش في جنينته والصاعم ياكلوا من جميع غلته ومن سزرة العقل ياكلوا لا يموتوا وخلاوا كلام الشيم وخلاوا كلام من غلته وسبوا لارواحهم والجميع قواماته باش كلهم بعد ادنوب ماتوا وطرد دام ومراته وخرجوا من جنينته وخرجوا من تم وخدموا الارض بصحاب ورعاد في بالهم الدنيا تقعد معرفوس يدي في الدنيا واحد ما يخليها الدوم لحد حين كتر دريت ادام وعصى وربهم على قد فعلهم من الدنيا تردهم طالت المدة وكتروا في السلبان وفزدوا طريقهم على الوحوش والحيوان عرف الشين باروخوا في طريق الانسان انهم فزدين ويجمهم من الفنيان امر الشين باروخوا على جميع الميوان انهم يجمعوا ويرزعوا طفان ويهبطوا من السماء بالتلج والنيران ومر النوح باش يعمل تيبة كبيرة باش يرزعوا من فعلهم من عيلة وليس رزع حد منهم من فعلهم مرديلة في ديك الساعة صنع نوح سفينا عود صند عرب فلدي وصل للحد ودخل فيها هو ولاده وجميع الحيوان والدي وصى عليهم الرب الحنان وخلص نوح والدي معه في تيبة سلمان جملة كلهم بالاحسان بارك الشي منوح ولاده باش يطمر ويمشي ويزداد وعطاه عهد للا يجيب مع ماء الطفان لبلاده وقال له ادي عادي بيني وبينك نطلع قوسي في صحاب الغمام ادي ما امارة بيناتنا العهد الدوام وكان بعد جميع الكلام توالده وجياله وبدأوا يمشيوا في طريق الظلام ونساوا ما فعل معاهم الشي مباروخ والحيي وقيام وبقاوا عبده لوتان وصنام وعبده لقمر والكواكب وعبده معابد فضاوا دب وزاده حتى معابد احذروا احذروا اخشب اتبعوا سلبان وخلاوا الشي مرب وصنعوا لهم جميع تصاور وقالوا هدوا تصاور يفعلوا الخير والشر امان اللي يكونوا معانا في البر والبحر وليهم يواتي المدح والشكر ام الدي يغنيه ويفقره وعلى كل شي في الدنيا قدره عليهم نرميه واتكالنا وماني ستره وهذا الشي كله كان في ايام المنعول نمرود السلطان اول كان حاكم في جميع البلدان وملك الدنيا كله بسلطنته وطيرح كان عقيم جميع ايام حياته وكان يحكم في جميع دايرته وحين عرف الشي مباروخه بقدرته اللي من طيرح تتبت دنيته بعت له قبريل ورفه عند مرته حبلته جابت ولد فيه ساعته وعمل طيرح مشربه لجميع دايرته حين جمعوا جميع دايره في بيته راوا عجب كبير في سماواته حتى قام كوكب واحد في عضواته وبلعى كلاتة كواكب كبار فيش بيته فيس عمشاء العلماء عند الملك قالوا له يا سلطان رين عجب في قومك ونجمنا في علم الفلك الدي لاجم يا سلطان دينك يا لك جداد ولد عند واحد من خلفانك هو ضوء الدنيا ويبين بعمقك بعثني مروض طيرح قال له يا طيرح الولد يزدد لك ليس ويصلح باللحديد الماضي رقبته تندباح عيض طيرح قدام السلطان وصاح واش بعد الضوء ينطفع المصباح اغفرني الممرود على الولد المشهور هو في كتاب القصرة متكور سيدنا براهم على جيش الكفرة من صور بعد ثلاث سنين تميز سيدنا براهم في عقله أشكون هو الشيم ونعبدله نضر فيلك السمش وعبدله بقلب خالص في المنغابة السمش وطلعوا لقمر ونجومه قال هذا الرب وهذا خدامه وعبد الشيم على قد تخمامه في المنغابة قمره وصبح نهاره قال عليه السلام عند عقله قاد قاده لما ينفعه لدره يختلقوا وتصوروا وبهم سيدهم يغيبوا ويحدروا